يشرفنا الآن من القاهرة سعادة الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والمتخصص في الشؤون الأسيوية أنا سعيد للغاية أنك معنا يا دكتور فرحات لأنني أحب أن أعرف منك باختصار ما واسعك حكاية السياسة في إندونيسيا يا دكتور مساء الخير أستاذ محمد وعلى السادة يعني مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية في الحقيقة طبعا إندونيسيا تعتبر واحدة من الديمقراطيات النشئة التي استقرت فيها عملية التحول الديمقراطي منذ سقوط نظام سهارته في عام 1998 لكن بالإضافة إلى ذلك استقرار تجربة التحول الديمقراطي في إندونيسيا هناك دروس مهمة أو ملامح مهمة لهذا النظام أو نموذج الانتقال والتحول الديمقراطي في إندونيسيا السمة الأولى هو أن المواطن في إندونيسيا مازال يميل إلى أن يكون رئيس البلاد رجلا قويا رجلا قويا يأتي من داخل المؤسسة العسكرية وهذا رجع في رأيي إلى عوامل تتعلق بتجربة إندونيسيا في التعامل مع الكثير من التحديات التحديات الأمنية وغيرها من التحديات العامل الثاني هو العامل الجغرافي كما نعلم إندونيسيا تعتبر أرخبيل يضم مجموعة كبيرة جدا من الجزر تتفاوت في أحجامها وبالتالي هذا الواقع الجغرافي المعقد يجعل هناك حاجة إلى رئيس قوي هذه العوامل هي التي تفسر لنا لماذا أنحاز المواطن في إندونيسيا إلى شخصيات قوية دائما سواء الرئيس السابق المنتهي وولايته وديده أو الجنرال وزير الدفاع الحالي الذي في الأغلب هو الذي نجح في هذه الانتخابات وفقا للإستطلاعات وفي رأيي أن نتائج الانتخابات الرسمية سوف تؤكد هذه الحقيقة وربما ما يؤكد ذلك أو ما يدعم نجاح السوبيانو هو عاملين أساسيين العامل الأول أنه يأتي من داخل نظام الرئيس السابق ويدودو والمفارقة أنه هناك شكل من أشكال التواصل بين النظامين نظام الرئيس ويدودو السابق والنظام الرئيس الجديد هو أن ابن الرئيس السابق دخل هذه الانتخابات كنائب للرئيس الجديد فبالتالي هذا يمثل واحد من مؤشرات التواصل بين النظامين وهذا في رأيي واحد من أهم ملامح وعي الناخب في إندونيسيا أنه يريد تحقيق التواصل في عملية في السلطة داخل إندونيسيا خاصة أن الرئيس السابق كان يتمتع بشعبية كبيرة جدا ووفقا للكثير من الاستطلاعات كانت تقول أنه سينجح في الانتخابات إذا ما أتيح له الترشح لكن الدستور لا يسمح به أكثر من ولايتين متتاليتين وكان هناك خصوصية إندونيسية دكتور فرحات يعني ما تفضلت به وأنا في غاية الامتنان يا دكتور أنك تتحدث بموضوعية العالم ما تفضلت به قد ينظر إليه في الإعلام الغربي على أنه عوار ديمقراطي ليس عوارا ديمقراطيا لكن هو وعي من جانب الناخب في إندونيسيا بما تفرضه الجغرافيا وبما تفرضه التحديات الداخلية إندونيسيا كانت تعاني من تحديات أمنية كبيرة منها التنظيمات الإرهابية بالإضافة إلى ذلك أيضا الرئيس السابق نجح في تحقيق نجحات كبيرة سواء فيما تعلق بعملية التنمية أو فيما تعلق بإدارة علاقات متوازنة مع القوى الدولية سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع الصين التي تمثل واحدة من القوى الصاعدة المهمة في المنطقة إندونيسيا الرئيس السابق حافظ على حالة من التوازن الدقيق في علاقة إندونيسيا مع هذه القوى الدولية خاصة أن منطقة جنوب شرقية أسيا مازالت تمثل مصرح كبير للتنافس والصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين لكن يحسب للرئيس الإندونيسي السابق ويدودو أنه أسس لسياسة خارجية متوازنة وأعتقد أن هذا ما كفل لوزير الدفاع النجاح في هذه الانتخابات لأن المجتمع في إندونيسيا في رأيي واعي جدا بطبيعة التحديات وبحاجته إلى رئيس قوي يدير أو يستكمل النجاحات الاقتصادية ويستكمل التوازن في السياسة الخارجية ويستكمل أيضا التعامل مع الواقع الجغرافي والواقع الأمني في البلاد أحد خصمي وزير الدفاع والمرشح الرئيسي للفوز بتلك الانتخابات اتهم المنظومة الانتخابية بالفساد وقال إن هناك تزويرا هيكليا ما قولك أنت يا دكتور محمد؟ في تقدير مثل هذه التصريحات أعتقد أنها تصريحات متسرعة وأعتقد أنها لا تأخذ فيها اعتبارها كل استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات بل استطلاعات الرأي التي أجريت حتى فيما يتعلق بفرص نجاح الرئيس السابق إذا ما كان الدستور سيسمح له بيئة المشاركة أو الدخول في انتخابات أو التنافس على مقعد الرئاسة لفترة ثالثة لكنه احترم الدستور وأعتقد أن هذه التصريحات متسرعة إلى حد ما لكن اسمح لي أن أؤكد على ملاحظة حضرتك فيما تعلق بالتقييمات الغربية أعتقد أن تجربة اندونيسيا تؤكد لنا أن المصلحة الوطنية هي الأساس الوعي المواطن الداخلي هي الأساس لكن الانسياق وراء التقييمات الغربية وأعتقد أنها ستظل تقييمات منحزة إلى حد كبير خاصة كما أشرت قبل ذلك هذه المنطقة هي منطقة صراع كبير بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبالتالي غالبا أو في الأغلب سيتم تسيس هذه التقييمات لأنها في رأيي ستظل مدفوعة بيئة الاعتبارات الخاصة بيئة المنافسة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين الديمقراطية يا دكتور كما قال أحد الحكماء ليست حذاءا من مقاس واحد الديمقراطية لها مقاسات بحسب تجارب الشعوب والحضارات هي محصلة لتجارب الشعوب وأي عملية تحول ديمقراطي هي عملية يعني عملية تكون عملية مستدامة عندما تتعامل مع الواقع الداخلي أو عندما تكون بنت الواقع الداخلي أو البيئة الداخلية المجتمعات هي الأكثر دراية بمشكلاتها وبتحدياتها وبحاجتها لطبيعة القيادة السياسية كل المشروعات التي قامت أو مشروعات التحول الديمقراطي أو الإصلاح السياسي التي استندت إلى مشروعات خارجية أو مفروضة من الخارج فشلت طبعا ليس فقط فشلت لكن أدخلت المجتمعات في دوامات من الانقسام والتسيس والطائفية وأعتقد أن هناك تجارب كثيرة في هذا الإطار منذ عام 2001 ومرورا بما حدث بعد 2011 في المنطقة الشرق الأوسط التجارب كثيرة في الحقيقة لكن الشعوب هي التي تبني تجربها بنفسها وفق الواقع الداخلي ووفق الحاجاتها وهي التي تدرك طبيعة ما تحتاجه من قيادات سياسية تبني سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي وافر امتناني أقدمه لك دكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والمتخصص في الشؤون الأسيوية ترجمة نانسي قنقر